موشاهدين وصلنا للفقرة الأسبوعية الخاصة بالتكنولوجيا مع ضيفنا الأسبوع من هنتش البرمجيات طارق الشامي أهلا وسهلا فيك طارق وضيفنا الأسبوع كل أسبوع أهلا وسهلا فيك إياها طارق بدنا نبلش بالخبر الأول عن إصدار جديد لبيبو إكس إيت إصدار كتير الناس متفائلة فيه فخبرنا شوي عنه هالإصدار وإن شاء الله يكون يعني منيح هلأ هو عبارة عن جهاز كمبيوتر مكتب بي سي بس الحلو فيه أنه مصغر المميز فيه أنه نضافه عليه شاشة هو بحد ذاته فيه كمان شاشة في حال أن الواحد ما يحتاج كان بده يشتغل شيء على السريع ما عنده شاشة نشبك عليها الكمبيوتر فهو فيه شاشة على سطحه كمان حجمه المميز أنه أنا فيني أخذه وين ما بدي كبي سي متكامل يعني هو لا له لابتوب يكون ضغط الشغل عليه يكون صعب شيء يدي أو أنه حتى تابلت فأداؤه رح يكون عالي المواصفات بالنسبة لحجمه وتوفر الشاشة تتش سكنين طبعا بخاصية اللمس لحد خمسة تتش بنفس الوقت فهو شيء مميز كبير ولا صغير طارق رح يكون الحجم تبعه حجم الشاشة تبعه 7 إنش فمع الكامل كله بيجي تقريبا بحجم 9 إنش الجهاز ككامل يعني مميز بمعالجه طبعا مميز بمعالج إنتل أتوم الذاكرة الداخلية تبعه 4 جيجابايت زودوه كمان بأربع منافذ USB كمان مزود بنظامين الويندوز 8.1 والاندرويد 5 كل هذا كان بسعر كتير مميز اللي هو بس 100 دولار بالضبط فهذا كان الناس حاليا صار في عليه طلب مسبق لحد 10 تالاف جهاز خلال يومين فالناس تستنى بلهفة بالنسبة لمواصفاته وجودة عالية يعني وجودة عالية نعم وسعر مميز بس مقابل كل هذا مقابل 100 دولار فالناس تستنى وصار طلب المسبق عليه لحدها 10 تالاف قطاع لازم نطلب إحنا كمان إذا 100 دولار أكيد أكيد هلأ أيضا خبرنا الثاني وهو عن فينا نعمل زفاف زفافنا أعراسنا بعالم افتراضي عن طريق شركة ايكيا يعني معقول لوصلنا لها الدرجة؟ نعم هلأ طرحت شركة ايكيا خدمة جديدة اللي هي عبارة عن زفاف أونلاين بس أنه نحن صرنا كتير من نواجه مشاكل أنه صارت عيال العالم خصوصا أهلنا بسوريا كل واحد ببلد كل واحد ببلد شي بالسويد شي بتركيا شي بالأردن وشي جوا سوريا كمان بالأحوال العادية في كتير أنه بيكون مغتربين بالعيلة وهيك فطرحت هذه الخدمة أنه أنا فيني اختار أعمل عرس أونلاين زفاف أونلاين بكل شي بدءا من بطاقات الدعوة للمكان اللي أنا بدي أختاره للمعازيم حتى كمان التفاعل فبكل بساطة كل واحد هو بيته أو بالمكان اللي هو فيه بيشغل الكاميرا عنده وبيصير بيتفاعل مع الباقيين كأنه موجود بالصالة أو على البحر أو أي مكان هو بيختاره الواحد فيه نظم العرس كامل وفيهم يتفاعلوا كمان مع بعض يا أما عن طريق الصوت يا أما عن طريق الكتابة يا أما عن طريق الإيموشنز فكانت الخدمة مميزة وهي مجانية طبعا متوفرة للكل واللي بيحب أن يجربها أو يتعرف عليها أكتر بيلاقي الرابط على صفحة جولة الصباح على الفيسبوك طيب طارق فينا كمان نضلنا بالبيت وما نروح الشغل ولا هاي لست ما عملوها؟ هاي يا ريتي عملوها من البيت من الرضاح كثير يعني كل هالتكنولوجيا والتطور لازم يكون فيه اختراع مثل هيك يعني أكيد عنالي ونشوف باقي الأسبوع الجاي ونشوف إذا فيه خده لازم أوكي من انتقل لخبرنا الثالث طارق وهو أيضا عن شركة نوكيا قررت ترجع مرة تانية إلى السوق وبقوة بإنتاج جهاز جديد شرح يكون مواصفاته وهل فعلا شركة نوكيا قادر تنافس مع هالمنافسة الشرسة بالسوق الموبايلات؟ نعم أكيد هلا مثل ما كنا بنعرف نوكيا هي من عملاقة شركة الأجهزة الموبايل بوقت سابق بس إنه مع شراء مايكروسوفت لإلها والشروط اللي حضرتها مايكروسوفت نخفض مستوى ونخفض أداءها نعم خصوصا إنه مايكروسوفت منعت أي براند أي جهاز ينزل عليه براند نوكيا من وقت ما شرت الشركة في 2014 إلى نهاية 2016 نعم بس هلا نوكيا قسمت لثلاث أقصام تحد وساية مايكروسوفت اللي هي نوكيا للشبكات بقبل الشهر الماضي اشتروا اللي هي شركة الكتل وكمان هير اللي هي قسم الخرائط وقسم الأجهزة نوكيا هلا قسم الأجهزة نوكيا رح يقرر انه ينفصله عن مايكروسوفت ويرجع كبراند جديدة نوكيا من أول وجديد اللي هنا المؤسسي شركة نوكيا قرر انه يرجع من أول وجديد ورح يرجع يطرحوا أجهزة المتوقع انه يطرحوا أجهزة بنظام أندرويد خصوصا بعد ما اطرحوا الجهاز اللوحي اللي هو نوكيا إن وان كان بنظام أندرويد كانت مواصفاته عالية اتبعوا فيه نظام النهورية اللي براند لإلون بس التصنيع عن طريق شركات تاني خلوا شركات تانية لنصروا فعمنستنى هلا الجديد من نوكيا مع قبل نهاية السنة المتوقع انه رح يطرحوا ثلاثة أجهزة جديدة بنظام أندرويد ويكون واحد منخفض المواصفات واحد متوسط والثالث على المواصفات فعمنستنى شو كيف رح يرجعوا بالسوق بقوة رح يرجعوا بقوة بعيدا عن مايكروسوفت طارق شركة نوكيا هلأ بطل قليل ما منشوف حدا حامل جهاز نوكيا ماولي ترجع يعني كونك خبير بهذا المجال معقول نرجع نشوف نوكيا لكل حامل نوكيا زي الشركات الأخرى هلأ أكيد ممكن كتير انه ترجع بقوة خصوصا انه هلأ براند نوكيا كبراند هي المحت من السوق بما انه شترتها مايكروسوفت وصارت لوميا فمحي هي اللي براند أثر كتير على اسمها ظهور اسمها بس متل ما منعرف ثقة العالم بأجهزة نوكيا من حيث الجودة كهاردوير صلابة الأجهزة تحملها كمان الميازات اللي بحطوها فيها ثقة العالم ما حتروح منها فأذا ردوا رجعوا بأجهزة قوية أكيد العالم رح تترجع انه لأ إلى نوكيا اللي هي الاصل بعالم الموبايل تتذكر أول ما بلشت الموبايلات كان الكل يحمل نوكيا كانوا نوكيا نام وكان فيه تصاميم حلوة وأجهزة غريبة وتصاميم رائعة صحية هلأ رح ننتقل لشركة سوني عندهم موبايل جديد وهو سوني إكسبيريا زت فور مصبوط بالفعل نداء تخبرنا عنه وخاصة أنه أنا شفت هيك بمقطع ألوانه كتير حلوة طارئ بالفعل نداء هلأ أطلقت مبارح شركة سوني إكسبيريا زت فور في اليابان الجهاز كان مواصفاته عالية بس بصراحة ما كان مختلف كتير عن الزت 3 اللي هو الاصدار السابق منه اللي طرحو السنة الماضية فكان الجهاز بشاشة 5.2 إنش متوفر بأربع ألوان اللي هنا الأسود الأبيض الفضي وكمان النحاسي اللي اختلف بس هاي السنة انه هو المعالج كان تطور المعالج استعملوا سناب دراجون 810 بسرعة 2.7 جيجا هيلز أما الرامات كانت هي نفسها 3 جيجا بايت رام والذكرة الداخلة 32 كالعادل جهاز مقاوم للأتربة والماء وفي الواحد أنه يصبح فيه لعمق 6 متر تحت الماء فهو عمق رائع أنه في الواحد يأخذ راحته وانت عم تصباح ترد على الواتساب والماء المميز فيه هو وزنه خفض من وزنه شوي الإصدار الأديم كان وزنه 157 جرام الإصدار الجديد 144 جرام أما باقي المواصفات الكاميرا الخلفية 20 ميجابيكسل الكاميرا الأمامية 5 ميجابيكسل فهي نفس الأكسبيرا Z3 ما اختلفت أبدا مواعيد الطرح والإصدار العالمي من الجهاز لأنه هلأ طرحوه باليابان وأسعاره ما عنه معلومات عنها أبدا بس بما أنه في التحليلات المتابعين للتكنولوجيا المحللين قالوا أنه موهد هو الجهاز الرائد من سوني لهي السنة لأنه أصلا ما أعلنوا عن إفنت لأطلاق هذا الجهاز فورا أطلقوه بدون أي إفنت بدون أي حدث فورا أطلقوه فالمتوقع أنه فيه جهاز رائد تاني من سوني لهي السنة طيب طارق سوني كتير بتنتج موبايلات من شوف موبايلات أسعاره تكون كتير غالية ولكن بعد هيك الأسعار كتير بتنزل يعني بصير بنص إيمته للموبايل هل بتكون مواصفاته قليلة يعني شو الأسباب أنه الجهاز بيكون جدا عالي سعره وهيك بعدين بيكون كتير قليل هلا هو حسب سياسة سوني سوني أول ما تطرح الأجهزة بتطرحها بسعر عالي بعدين بما أنهم عندهم تسارع بطرح الأجهزة والكوالية تبعهم عالية جودة الأجهزة تبعهم عالية ما في شك بهذا الشيء أبدا خصوصا الشاشات تبعهم جودة فضيعة لأنهم بيستعملوا سيستم اسمه برافيا إنجين بيستعملوا بنفس شاشات التلفزيون تبعهم فهم بيطرحوا بسعر عالي بس لما ينزل تنافس مع أجهزة ثانية فبيطروا أنهم ينزلوا الأسعار حتى يقدروا ينافسه لأنه ممكن أنه الجهاز خليلا نقول زي 3 ممكن أنه بنافسه النوت 3 وكمان الالجي جي 3 بيطرح شركة الالجي ونوك وسامسونج بنزلوا الأسعار بيطرر السوني أنه تنزل الأسعار بشكل كبير لن تقدر تنافس هذول الشركات بس الموبايل كثير حلو بشبه الآيفون وكثير رفيع وأهم شيء أنه فينا نسبح فيه بالماء ايك هو رفيع سماكته بس 6.9 ملي متر فهو رفيع نسبح جهاز حلو من جل ناحية التصميم بس ما اختلف عن الزي 3 يعني فيه الواحد أنا لا أنه لو بدي يجي للصراحة بدي ينصح هذا لا نروحوا وشتروا زي 3 لا تغلبوا حاكم وتشتروا ما تشتروا لأنه ما اختلف كثير يعني عنه ما اختلف شيء هلأ رح ننتقل لشركة أخرى هي بناسونج اللي عم تصدر كاميرا جديدة بس بدي أسأل لسه في ناس بتشتري كاميرات طارق ولا لسه بيعتمدوا على الموبايل خاصة انه زي ما عم بتقول دايما انه يعني جودة للصورة بتكون كتير عالية أيضا أكيد هنا أكيد نداء بس هاي كاميرا خاصة للحركة للرياضيين أكتر شيء اللي بيحبوا عندهم بيحبوا يصوروا مشاهد فيديو فيها سرعة عالية هنا نعم يتحركوا فمخصصة هي كاميرا للحركة اللي هي اتش اكس اي وان المميز فيها حجمها الصغير كل هي بحجم طولها 6 ملي متر عفوا 6 سانتي وعرضها 3 سانتي القطر تبعها 3 سانتي فهي حجمها صغير نسميا بتصور طبعا بدقة فول اتش دي كما بسرعة 30 إطار بالثانية اتش دي بسرعة 60 إطار بالثانية كمان بتصور مشاهد بطيئة اللي هي السلو موتين للي بيحب ان يصور مقاطع الفيديو تبعه الرياضية انه يحافظ على كل إطار او كل حركة بسيطة انه يحافظ عليها مميز فيها كمان انه فيها كمان البلوتوث والوايرلس في حال انه انا بدي اعمل برودكاست فورا للمشاهد تبعية على الانترنت ففيني انه بسرعة فما شفنا بكاميرات حركية هي الميزة من قبل فبانا شنك طرحتها لأول مرة ورح تتوفر بلونين الاسود والبرتقالي بسعر 200 دولار كمان الرخيص مو كتير غالي مو كتير غالي لا بالنسبة لالها السنسور تبعها 20 ميجا بيكسل فهو عالي يعني يعني هي كاميرا المغامرات والأماكن شوي صعبة خصوصا انه هلأ رح تصير تنافس كاميرا جو برو اللي هي كمان كاميرا رياضية منتشرة هلأ عالميا وكتير العالم بتفضلها اللي بحبه تصوير هاي المشاهد فهلأ رح يصير في منافسة كمان سعرها المميز بالنسبة لالجو برو سعر تقريبا 500 دولار اما هاي 200 دولار فرح يصير في منافسة كبيرة واتوقع انه العالم رح تتوجه لهي كاميرا بمنحيث مواصفاتها وسعرها وكمان حجمها اللي صغير انه في الواحد يربطها بأي مكان خصوصا على الرأس يعني نسبيا مع كاميرات جو برو حجمها اكبر شوي وجودتها عالي ايضا يعني بالرغم انه سعره 200 دولار اكيد ضد المي ضد المي مشان اللي بحب يصوير مشاهد مع اي اوشي ضد المي وغبار والاتربة خبر عن شركة سامسونج دائما شركة سامسونج نشطة كثير وتتحرك كثير بعالم الالكترونيات وبتنتج كثير اجهزة اليوم خبرنا عن حاسب لوحي خبرنا عنه شوي طارق اكيد ضرح مبارح شركة سامسونج حاسب لوحي جديد اللي هو غالكسي تاب اي المميز فيه هو مواصفاته وسعره كمان سامسونج عم يتوجهه بما انه في شركات صينية كتير عم تطرح اجهزة واسعار كتير رخيصة فعم تتوجه سامسونج انه ينافسه ويخفض شوي من الاسعار فهذا الجهاز في منه نسختين نسخة 8 انش ونسخة 10 انش المعالج تابعه رباع النوا 1.2 جيجاهيرت الرام تابعه رح يكون 1.5 جيجا بايت الكامير الخلفية تابعه 8 ميجابيكسل أمامها 5 ميجابيكسل نسبيا هي جيدة بالنسبة لتاب كمان رح يتوفر فيه الاسبين اللي هو البين تابع سامسونج اللي له وظائف متعددة بريح كتير ممكن استخدامه للرسم ولكتابة لكتير شغلات طرحوا فيه كمان مطروح الجهاز بنسخة لولي بوب الاندرويد لولي بوب اللي هي اخر نسخة كل هذا رح يوفرون نسخة 8 انش بـ 230 دولار بنسخة 10 انش بـ 300 دولار فهي نسبيا اسعار جيدة متوسطة بالنسبة لجهزة سامسونج قبل اللي كانت سابقة والبطاريات تابعه عالية كانت 6000 ميلي أمبير فهي بتعود تقريما لحوالي 12 ساعة طارق شركة سامسونج كل يوم بتطلع ما شاء الله موبايلات يعني كتير اصداراتها يعني هلأ هنا نعم يتبعوا اسلوب ما بعرف غريب نسبيا انه عم يحرقوا السوق يكتسحوا السوق كل يوم موديل كل يوم موديل كل يوم موديل وما بتطول الاصدار غير بتلاقيهم وقفوا وقفوا تصنيعه وطلحوا شي بيشبهوا بس باسم غير انه غيروا الاسم فما بعرف شو السياسة تبعهم هلأ مننتقل الخبر الاخير وهو عن وين بلاس اللي قامت بطرح جيل الثاني شوف تخبرنا عنه هلأ أعلنت شركة وين بلاس انه الجهاز هالرائد هو فعليا معاصفاته عالية جدا انه كان هو مطروح من السنة الماضية من نوعتي ما أعلنوا عنه السنة الماضية لحد هلأ انه هو متوفر بنظام الدعوات انه انا حتى اقدر اشتري للجهاز لازم تجيني دعوة من من الشركة لازم تجيني دعوة من الشركة حتى اقدر اشتريه سروا اذا ما اجتني ما فيك تشتريه تخيلي هذا شيء وجه كثير نقد للشركة انه انا حتى اقدر اشتري جهاز لازم يجيني اسلوب دعوة لازم تجيني دعوة انه ليش يعني فهذا كان شيء مزعجة للعالم فعلنوا مبارح انه لا بطل نظام الدعوات وصار متوفر لكل انه حتى يقدر يشتروا لجهاز وكمان الاكسسوارات تبعه تخيلي حتى اقدر اشتريه الاكسسوارات تبعه مميزة في عندهم باك كفر مصنوع من الخشب خشب البومبي فانه حتى هاد لازم تجيني دعوة حتى يقدر اشتريه اما هلأ اعلنوا انه صار متوفر للجميع متاح للكل وعندهم بس توسيد ب 18 دولة فهنا نطرحوا متوفر للجميع والاصدار الثاني رح يقعان انه عنده بعد بكرة فعم نستنى شو المواصفات اللي رح تكون فيه وكمان الاصدار الثاني رح يكون متوفر بس عن طريق نظام الدعوات يعني هيك كتير طارق كل شي دعوات دعوات بدول معينة يعني والعدد محدد ولا العدد مفتوح العدد مفتوح ومع هاد مع كل هالشروط الصابح حتى تقدر تشتري الجهاز في عليه طلب كبير ايه صاروا بعيعين منه لحد هلأ الجهاز خلال هاي السنة حوالي السبع ملايين وحدة فهو عدد مفتوح هم ميزات معينة طارق؟ مواصفاته عالية هو جهاز رائد نسميا ازمن قارنه بالجالاكسي السكس فهو بنافسه من حيث المواصفات مواصفاته عالية جدا تبطر اي اساس عم بيختاروا الناس اللي عم بيعملو لهم دعوات مثلا على الانترنت اه بصراحة شو الشروط ما بعرف ما في شروط؟ ما معنا فكرة عن الشروط لانه في ناس عم يقبلوا دعوة انه حتى يقدروا يشتري الجهاز وفي ناس لا بس الشروط مو كاتبينها مو محددينها حتى الواحد يعرف اذا هو عنده الشروط اللازمة او لا بوافق او لا اكيد اكيد طارق الشامي مهندس البرمجيات شكرا كتير لحضورك معنا واكيد الاربع الجاي بنفس المعوعد لحتى تخبرنا مجموعة من الاخبار التكنولوجية المميزة شكرا كتير لك مشاهدين رح نتوقف مع فاصل ومكمل معكم ما تبقى من برنامج جولة الصباح شكرا